أهلا بحضراتكم مرة تانية زي ما كنا نتكلم معكم في بداية حلقتنا النهاردة من برنامج أكتا ساعة وسيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي شاهد افتتاح معرض التجارة الأفريقية أو معرض الأفريقي لأثارة التجارة البينية حي موضوع مهم جدا هذا المعرض لأهمية كبيرة هذه هي النسخة الثالثة دي نسخة تانية كمان اللي بتقام في مصر خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة حول أهمية هذا المعرض مع الدكتور يسري الشرقوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفريقية وسفير النسخة الحالية من معرض التجارة البينية مساء الخير على حضراتكي دكتور مساء الخير عليك وعلى كل مدينة ننورنا طبعا في بنامجة الساعة أهلا بك أهلا بك الحقيقة هذا المعرض هو معرض مهم جدا أهدافه مهم جدا يأتي أيضا في توقيت مهم جدا لو حضراتك تاخدنا في رؤية وتوضح لنا صورة كاملة عن هذا المعرض يعني نكون شكري لحضراتك هنبدأ قوي سأوي مع بعض أنه مصر أولت اهتماما شديدا في العشر سنوات الأخيرة بالأفريقية والعلاقات المصرية الأفريقية والعلاقات الاقتصادية جزء الأعصيل من التعاون المصري على الأفريق المشترك كان السياسية المصرية والخطوط في مصر سواء كانت الدبلوماسية الرئاسية أو الدبلوماسية الرسمية ومجتمع المرور الأعمال يعملان في شكل يرصخ هذا المبدأ مع القرارة الأفريقية عودة مصر إلى مكانها الطبيعي في القرارة الأفريقية ده جزء مهم جدا ولذلك هناك العديد من الأدوات هذه الأدوات ممثلة فيه لقاءات صنائية زيارات رئاسية مؤتمرات استثمارية معارض ومؤتمرات دولية كل دي أدوات لتفعيل وتوحيد الرؤى مع الجانب الأفريقي هذه النسخة الثالثة من المعرض اللي أنا أشرف كرئيس لجمعية رجال عمال مصرينة فارقة وهو سفيرة لهذه النسخة في مصر هي النسخة الثالثة لمعرض التجارة البنية الأفريقية هذا المعرض هو نسخة ما بين الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة البنية الحرة الأفريقية ويرعاه البنك الأفريقي للتصدير والاستراد وتستضيف وزاة التجارة والصناعة في الدولة المضيفة هنا أربع محاور مهمة جدا علشان كده مصر استطاعت في النسخة الأولى أن تدشن هذه النسخة ثم النسخة الثانية كانت في جنوب أفريقيا والآن النسخة الثالثة وللمرة الثانية في جمهورية مصر العربية وأشهد السيد الرئيس اليوم بسرعة الإنجاز لأن النسخة تحولت في شهر ستة من كودفوار أو من ساحل العاج إلى جمهورية مصر العربية النسخة تضم بالفعل وصلوا فعلا ما يقرب من 1200 عرض من أكثر من 30 دولة إفريقية بنتكلم على اللي سجلوا زائرين حضور أكثر من 17 ألف حتى الآن حضروا منهم ما يقرب من 9000 نتكلم على العديد من الندوات والمؤتمرات البينية وبرامج مكسفة هذه البرامج المكسفة أقمها الجهة المنظمة وأقمتها الجهة المستضيفة وأقمتها منظمات الأعمال والمجتمع المدني التي تعمل في العمق الأفريقي بسجمعية لجال الأعمال المصرين الأفريقى السيد الرئيس اليوم تحدث مباشرة وهو حديثا استكمالا لما بده سيادته الحديث يتحدث عن محورين همين تعالوا نكمل ما بدأناه من بناء وتعمير وتطوير في عمق القرى الأفريقية إيمان شديد بقدوات اقتصادية هائلة داخل القرى الأفريقية ماذا ينقصنا أيضا أشار السيد الرئيس إلى زيادة التنسيق لذا هذه النسخة تأتي تحت عنوان تقارب الأسواق الأفريقية هذا التقارب لن يأتي إلا بالتعارف الجاد بالمعلوماتية بالمعلومة الصادقة بكيف نتعرف على مدخلاتنا ومخرجاتنا في القرى الأفريقية نحن كجمعية رجال أعمال كان عندنا برنامج هذا برنامج مكسف وديته سبعة أيام عملنا فيه إيه؟ عملنا بتوجيهات القيادة السياسية المصرية دائما نرى سيد الرئيس ده برنامج المعرض يا فنان برنامج المعرض وكان برنامج متخصص لنا مع المعرض لأنه فيه توجه دائما سيد الرئيس دائما يقول اشتغل اعمل اتعرف اعرف وره الناس خدمة هذا المنطرة وبدأنا نشتغل عليه احنا يمكن تقريبا في المعرض وداخل ثقاعات المعرض لدينا أكتر من 18-19 عرض من كبرى الشركات المصرية بالإضافة أننا عملنا لقاءات صنائية لست دول أفريقية كل دولة جاءة بأكتر من 55 إلى 60 من رجال الأعمال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال مع نظائرهم في القرى الأفريقية ونظائرهم في مصر ده أجرينا في يوم متكامل ويوم كامل في يوم آخر دشنا مبادرة اسمها تصدير فعال عشان نعلم بعض الإخوة والزوار والعضاء ازاي نقدر نعمل تصدير مستدام حتى لا يحدث تصدير ومنقطع وليس مستدام لأنه محتاج شغل ومحتاج برامج يمكن كان في استحداث لمبادرة ربما يعني خرجنا شوية خارج الصندوق أن احنا عندنا سيارة اليوم تمت معنا 150 إفريقي رحنا للمنطقة الصناعية في السويس ومزاروا المعرة بقى لهم 3 أيام المعرة فتح من يوم 9 إلى يوم 15 النهاردة كان أرجال السيارة الفتاح الرسمي بعضهم زاروا المعرة بقى لهم 3 أيام رحنا النهاردة 3 مصانع كبار جدا في المنطقة الصناعية في السويس في الحقيقة الأفارقة بينبهروا من المعلومة من المصنع هو عايز يشوف القدرة المصرية كمان اللي بيسمع عنها ويراها على الأرض الواقع إن شاء الله بكرة عندنا بدعوة بن سيد الوزير المحافظة الغربية 150 أفريقيا هكونوا متوجدين عشان هم سمعوا كتير وعايزين يشوفوا مصانع الغزل ونسيج يشوفوا منتجات الغزل ونسيج يشوفوا منتجات القطنية النسيجية في جوة نصر العربية ويعني بتمنى أنه كانوا الزوار سادة الزوار يزوروا كل الملشآت قد إيه الناس بتبدي يعني انبهارها باللي شوفوا من طرق وكباري وعاصمة إدارية هو ده اللي بينعكس على الصفقات ده اللي بينعكس على توقيت التفاقات ويجارية هم بيسألوا على إيه بيسألوا على منتجات الغزلية بيسألوا على موقات بونة بيسألوا على جرود بيسألوا على منتجات طبية وعطرية بيسألوا على كل حاجة موجودة من مصر إحنا زمان كنا بنروح ندور على مصنع في ألمانيا وإنجلتورنا نتفرج عليها هم برضو عايزين نتفرجوا على مصنع داخل مصر نتفرجوا عليها النهاردة في 258 مصنع في المنطقة الصناعية واحدة شوفوا منهم ثلاث مصنع وبالتالي إحنا شايفين أن هذا المعرض ممكن دكتور دي الأدوات اللي بتمتلكها مصر بسخليني قبل منتقل السؤال التاني خليني أعرف من حضرتك ونعرف ساي مشاهدين كم معلومة أولا نسبة التجارة البينية بين دول أفريقية قد إيه وخليني أعرف برضو يعني بالنسبة لمصر بتقدر بعد إيه طيب خلينا أقولك أن حجم التجارة في قارة أفريقيا مع العالم كله تخطى 1.2 مليار دولار منهم 645 مليار دولار حجم واردات قارة أفريقيا من جميع الحياة العالم 490 مليار حجم حجم الاستراد من أفريقيا جميع الحياة العالم دول كلهم على بعضهم بيسموه التبادر التجاري نيجي على مصر مصر بينها وبين أفريقيا 8 مليار دولار 5.3 مليار دولار حجم صدراتنا للقارة الأفريقية حوالي 2.3 حجم وارداتنا من القارة الأفريقية هذه الأرقام لا تعكس حجم تواجد مصر الكامل أرقام بسيطة نحتاج إلى زيادة هذه الأرقام عشان نزود هذه الأرقام محتاجين نسخ معينة في مجتمع المال والأعمال تؤمن بالخروج وتؤمن بجذب الاستثمار لتنين مع بعض في آن الواحد جذب الاستثمار هي عوامل وتؤمن كمان بالتعامل مع منتجات القارة الأفريقية تؤمن كمان بالبدائل اللي مع القارة وبالتالي احنا محتاجين نشتغل على ده نخرج بمنتجاتنا نخرج بفرصنا اللي موجودة نسوأها مع القارة كويس نشتغل مع القارة كويس الدولة لا تلقوا جهداً يعمل هو بقى دراسة الجادوة بتاعته بشكل جيد زي ما حدت قلتي يبدأ ينزع على الأرض بفريقه الجيد اللي معاه يبدأ يخش المعرض على فكرة عايز اقولها على حاجة مهمة جداً فيه فرق ما بين شعوب بتجيب فرص وتستغلها وفيه شعوب بتخلق الفرص من اللاشئ وده الجديد يعني مش هننتظر لما حد يدينا فرص للقم ثلاثة لازم يكون عندنا تواجد بنكر تواجد بنكي موجود مصارفنا تطلع تخرج تشتغل في عمق القارة عشان تعرف تخدم بعد كده على البزنس بس تستنعش انه ما يبقى فيه بزنس ما نعمل بنوك بعد كده محتاجين نشتغل بشكل جيد على انتصل معلومتنا وان احنا ننسك مع الاجهزة الموجودة سواء التمثيل التجاري او جهاز المشروعات الصغيرة ومتوسطة احنا على فكرة في هذه النسخة كان فيه تنسيق عالي المستوى بيننا وبين جهاز التمثيل التجاري في مصر وبين جهاز المشروعات الصغيرة ومتوسطة واخدنا بعض الاخوة المؤهلين في جهاز المشروعات الصغيرة ومتوسطة اللي هم عضاء معنا وده اعادنا برضو في اكتر من لقاء قد يبالك اللقاءات الصنائية ولقاءات التفاوض التجاري بتحتاج الى حد كبير جزء من المهارة التفاوض في المجتمع الدولي وده كان جزء كبير جدا من اللي اشتغلنا عليه في اكتر من محفل واكتر من طريقة الحاجة المهمة جدا لازم نعرف الناس دي عندها ايه ايه الخامات اللي ممكن ناخدها من هناك نقطة مهمة جدا حدثنا يستمر فيها نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك شهديني فاصل سريع ونرجع لحضرتك مازال حدثنا مستمر عن المعرض الافريقي للتجارة البنية في نسخته الثالثة حدثنا مستمر مع دكتور يوسري الشرقوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة دكتور يوسري قبل ما نطلع لفاصل هديكم تتحدث عن نقطة مهمة جدا ليها علاقة بتفاعل رجال المال والأعمال طبعا ده بعد دور الدولة والتوجه للاقتصاد والسوق الأفريقي هديكم تتحدث على فكرة دراسة الموارد اللي موجودة في تلك الأسواق خلينا أقولك أنه فعلا يعني زي ما قلنا كده أن الدولة أجرت إجراءات كثيرة وما زالت تبحث فيه يمكن ما هو كام على المشاكل والتحديات الحديث عن طريق كاركتاون عن تطوير في بعض المشروعات النقل والبنية التحتية عن البلد بتعمل تعاون مع أفريقيا قوي جدا حتى تمهد السوق لدخول القطاع القصر يعني وجود أو تعاون دولي لما البلد تعمل سادة تنزانيا أو تعمل مزارع أفريقية ده بيسموه تمهيد لدخول المجتمع القصر المصري خلف القادة السياسية التي تصنع نموذجا جيدا في التعاون الدولي مع القرار الأفريقية الأفارقة الآن بيشهدوا يعني ربما جزء أصيل من شيء جديد في العلاقات المصرية الأفريقية لديهم رغبة عارمة جدا للتعامل مع المجتمع المصري لديهم فرصة كبيرة جدا في حاجات كتير جدا عندهم خامات كتير زي ما قلنا قبل كده والأرقام بتقول أنه هم سوق كبير مليار و 300 مليون 60% أرض صلاحة للزراع بنتكلم على معادل موجودة بنتكلم على نحاس موجود على الورانين موجود على دهب 50% متحدة بالعالم غاز موجود الآن في بعض الدول الأفريقية بنتكلم على السنغال يعني عندنا فرصة سناحة جدا حقيقية داخل عمق القرار الأفريقية كيف نستطيع التعامل معها وما هو دور الدولة وما دور القطاع الخاص مع بعض في التنسيق عايز أقول باختصار شديد جدا أنه لابد أن تفعل الدولة وتزيد عدد التمثيل التجاري وتدعم التمثيل التجاري في العمق الأفريقية كمان النهاردة يمكن الجديد في المؤامر أن بدأت الدولة تتجه بشكل جديد في طيران إير كايرو النهاردة في 1 ديسمبر القادم هيكون الطيران بيطير مباشر على وجدوجه في بوركينة فاسو وبيطير طيران مباشر أيضا على السنغال يبقى كده في خطين يتفتحوا بجانب الخطوط اللي كانت مفتوحة كنا 11 هنبقى 12 محطة محطة يعني إيه يعني فيه راكب هيطير كراجل أعمال أو سياحة أعمال أو سياحة علاجية هتجيني أو كارجو أو شحن هيكون موجود مع القرار الأفريقية مجتمع الملوء الأعمالي اللي قاعد يشوف الكلام ده لازم ياخد الكلام ده في اعتباره ولازم ينزل ويعرف قويس جدا أنه في قطاع أو في طريق أو في خطة ورحة التقارب الأسواق لابد أن يعلم أن الطريق ليس ممهد بالورود محتاجين ندرس قويس محتاجين نعرف قويس جدا أننا مش معرض أو اثنين أو تلاتة محتاجين ناخد الناس يعني أنا لو النهاردة مثلا كنت أتمنى أننا نكون من المجتمع ملوء الأعمال أو من القطاع الحكومي لدينا أكثر من ألف أوتوبيس وناخد الناس المواطق الصناعة في 6 أكتوبر والعشر من رمضان والمركز الطب العالمي ومركز التأهيل العجوزة لازم من الناس تتفرج على البلد ويمكن السيد الرئيس أشار إلى هذا الكلام أكثر من مرة وروا الناس فرجوا الناس كلموا الناس وده شيء مهم جدا النهاردة عندنا فرصة صناحة أنه 4000 أو 5000 أو 6000 أفريقي موجودين في أرض مصر لو إحنا النهاردة زي ما إحنا دشنا مبادرة النهاردة اسمها إيه سفراء للصناعة المصرية يعني إيه سفراء للصناعة المصرية لما إخد واحد النهاردة حتى لو ما اشتراش مني هيعرف أن أنا عندي القدرة الإنتاجية هيعرف أني عندي المساحة دي هترجعنا تلك النقطة فندم لدراسة السوق فكرة دراسة السوق اللي إحنا قم نتكلم عليها هي مش دراسة بس لأن الدراسات أحياناً بتكون فيها جانب نظري لكن الجانب العمل والتطبيق على أرض الواقع المعرفة الحقيقية على أرض الواقع هو ده اللي بينقصنا داخلياً وخارجياً يعني اللي بنشوفه هنا رازم برضو نروح نشوف الأماكن اللي بيشتغلوا فيها يعني فيه مصانع كبيرة جداً نهاردة بنا باتكلم ونزور أحد المصانع القبرى في المنطقة السويس الصناعية هذا المصنع مملوك الاستثمار أجنبي هو يملك مصنع زيه في غانا وبالتالي كان سفير غانا منباهر جداً أنه بشوف نفس المصنع موجود احنا بحتاجين نربط هذا الربط بشكل جيد محتاجين نعرف خطوط التيران محتاجين نعرف اللغات اللي موجودة في القرى الأفريقية محتاجين كمان نتضرب على منظورة التجارة الدولية العالمية عشان نقدر نبقى فعلي في المعادلة من 8 مليار لازم نستهدف 30 مليار في أفريقيا بس احنا محتاجين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن كيفية أفكار ما تروحها في المعرض عن سوق أفريقي مشترك عزف من حضرتك احتمالية تنفيذ هذا السوق وحجم الاستفادة منه ممكن تكون إزاي خلينا أقول أنه لما مصر كانت رئيس الاتحاد الأفريقي في فبراير 19 لمارس 20 سيد الرئيس أثر على أنه ينهي التوقيع للاتفاق التجارة بين الحرار الأفريقية في يونيو 2019 في الناجر أعلنت اتفاقية البس التجريبية جاءت جاحت كورونا تأجل البس التجريبية لكن خلينا أقول لك أنه هو ده الطريق إلى السوق الأفريقية المشترك السوق الأفريقية المشتركة يعني حوافز يعني عمل مشترك في اتفاقية مشتركة يعني فيه يعني رسوم وعفاءات جمهوركية على السلة على الخدمات على تبادل الخبرات على تبادل العمالة بين الدول الأفريقية على معلوماتية للقرارة الأفريقية على اشتراك في عمل بنية تحتها لهذا السوق كل ده فيه أمل وأمل وارد أن احنا نوصل له عشان نقدر نوصل له ونقدر نحققه لازم احنا كمان لكل داينة ثقافة العمل الأفريقي المشترك لأنه من يحقق السوق من هم أهل السوق هم مجتمع الملوء الأعمال سنع تجار مستثمرين إذا ما كانش فيه هذه الروح ربما هذه الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا والتي يمر بها العالم كله ويتأثر بها العالم ومصر جزء من هذا العالم تخلق هذه الأزمة جزء إيجابي أن الجالب الذي رأيته في عين المصريين في هذا المعرض ورأيته في أكثر من محفل خلال تسع شهور أن المصريين كلهم جاهزين ويبحثون على فرص تصديرية ده يجعلنا نخرج لدراسة السوق على الأرض الخارجي ودراسة كيفية فتح أسواق جديدة وكيفية تدريب موظفين لهذه الأسواق وكيفية الاستثمار على مشروعات التجارة الدولية ده يقدر يقدر نوصل إلى حد كبير جدا لرفع هذا المعدل وهذا المستوى من 8 مليار لـ 10 أو 12 مليار ثم إلى 15 مليار وهكذا يمكن أن تحقق مصر نتائج إيجابية في تعزيز التقارب الأفريقي المشترك بكل تأكيد أنا بشكر حديك طبعا جزيل شكر دكتور يوسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال أعمال الأفريق وسفير النسخة الحالية من معرض التجارة البانية وأكيد هيكون لنا حديث آخر ونتكلم أكثر عن مخرجات ونتائج هذا المعرض فيها دي أنوسخة التلطة بشكرك يا فندم جزيل الشكر شكرا جزيلا مشاهدين بكده تكون وصلنا لختم حلقتنا النهاردة من برنامج التساعة ساعدت طبعا بصحبتكم النهاردة بشكركم جزيل الشكر تسبحها على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا